بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور عبدالعزيز بلال أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام أستاذ في كلية الطب جامعة الأسكندرية أهلا بيكو جميعا في المؤتمر الواحد وعشرين لقسم علاج الأورام لطب الأسكندرية الحقيقة المؤتمر السنة دي إحنا مركزين على ورامين شائعين مش في مصر بس في العالم كله وهي أورام السدي في السيدات وأورام القولون والمستقيم يمكن إحنا عارفين أن أهم حاجة في علاج الأورام عموما هو الاكتشاف المبكر عندنا في المؤتمر ساشنز كتيرة على كيفية الاكتشاف المبكر الأورام السدي وأورام القولون نفس الوقت أحدث الطرق العلاجية سواء كانت العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الموجه والحاجة بقى الجديدة خالص اللي احنا بنتكلم عليها أو العالم كله بدأ يتكلم عليها وهي العلاج المناعي يمكن ناس كتيرة جدا متصورة أن أورام خبيثة عموما ملهاش علاج ولكن بعكس هذا المفهوم إحنا بنؤكد أن كل يوم في جديد كل يوم في أمل جديد لهؤلاء المرضى لأن زي ما إحنا مش بغدين بالنا يمكن في أمراض كتيرة لغاية دلوقتي ملهاش علاج إحنا بنتكلم علي مرضى السكر مرضى الروماتيزم الروماتايت كل الأورام دي كل الأمراض دي ملهاش علاج بعكس الأورام الخبيثة اللي كل يوم فيه خطوة جديدة وأمل جديد لهؤلاء المرضى فأهلا بيكو جميعا وأنا تمنى يا رب أن احنا نكون عند حسن ظلم